معي من بغداد دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور واثق هل ممكن أن نتحدث بداية عن شهادات فيما يتعلق بامتلاك داعش للأسلحة الكيموية وتصنيعه له؟ مساء الخير أكيد أنا أتكلم عن معنومات أنه تنظيم داعش الارهابي كان يمتلك غاز الكلور وحصل على غاز الكلور عندما احتل ثلث الأرض العراقية ثلاثة محافظات كانت هناك محطات لتعبية المياه وتنقيتها وتستخدم مادة الكلور تم جمعها من قبل التنظيم وتعامل بها عندما حولها إلى مقذفات عن طريق خبراء كان يعملون بالحرس الجمهوري في الجيش العراقي السابق ومن الصنف الكيمياوي فتعامل مع هذا الموضوع لأول مرة في منطقة طلوعية ثم تبح في منطقة تازة ومنطقة داقوق الآن عند غاز الخردل والمعلومات الاستخباراتية تؤكد ذلك لكن أيضا هناك معلومة مهمة أن ما يمتلك داعش من كلور وخردل أصبح منتهي الصلاحية اكسباير من قدفات التي أطلقها عبر بعض القذاف التي سقطت في قاعدة القيارة وتم تحليلها من قبل الجانب الأمريكي أثبتت التحاليل في المختبرات الأمريكية أن هذه المواد مستهلكة أو منتهية الصلاحية لكن ربما سيستخدمها في معركة المصر القادمة في الضفة اليمنى نقطة أن منتهية الصلاحية ماذا تعني؟ يعني تصبح تضير أكثر مثل إذا أكلنا مواد غذائية منتهية صلاحية أم بالعكس؟ بالعكس منتهية الصلاحية ليس لها أي تأثير فقط ستلعب بالتأثير بالعامل النفسي وهذا ما يأكد الخبراء في هذا الاتجاه ربما لخلق مشكلة أو إثارة الحالة المعنوية للمقاتلين بإطلاق هذه المقذفات عليهم طيب بأي مرحلة من المواجهات سيستخدم داعش هذه الأسبح؟ يعني كانت التوقعات مع بدء معركة المصر لكن لم يستخدمها ربما سيضعها في المعركة الأخيرة في الضفة اليمنى من مدينة الموصل الآن سحب أغلب القيادات وعوائل تنظيم داعش من الضفة اليسرى ومن حمام العليل ومن مناطق أخرى إلى داخل الضفة اليمنى أنا لدي اتصال معدد من الأشخاص في داخل المدينة فضلا عن القيام بعمليات التلغيم وربما استخدام هذه المواد الكيميائية مع بدء عملية الاقتحام من مكانيا من ثلاث محاور أو من محوريا على الضفة اليمنى خاصة وكما أشار تقريركم والتقرير الدقيق للغاية أنه بعد أن قطع المحور الغربي من قبل قوات الحجد الشعبي تم قطع طرق الإمداد بين الرقة وبين الموصل والتنظيم الآن يعاني من مشكلة التمويل التسليح والتجهيز وحتى المتطوعين وهذا بات الشكل خطر عليه في المرحلة القادمة أخبار الآن رصدت معمل لداعش بالموصل لصنع الأسلحة الكيموية هل من معلومات لديكم فيما يتعلق بأماكن أخرى توجد فيها معامل لداعش يعني وفق المعلومات أيضا هناك معمل آخر أيضا في المناطق القريبة من مدينة الموصل قامت قوات الشرطة الاتحادية باكتشاف هذا المكان في القاطع الجنوبي لكن أنا أعتقد ربما ما يمتلك نقال إلى مكانات في داخل التنظيم هناك معلومات استخباراتية عن وجود هكذا معمل تحديدا في الضفة اليمنى وفي أحد معامل المشروبات الغازية يحاول إلى معمل لتصنيح المقذفات والمواد الكيميائية وهذه المعلومة يعني تم تداولها ربما تعالج في الفترة المقبلة طيب طبعا لا يمكن أن نغفر موضوع التطورات العسكرية هل يمكن أن نلخص آخر تطوراتها والتقدم الذي أحرزته القوات العراقية ونسبة الأراضي التي استعادتها نعم يعني إلى الآن ما يسجل بعد أن كان 40% بيد تنظيم داعش الإرهابي الآن ما تبقى ربما 8 أو 9% اليوم كان إنجازات كبيرة في الضفة اليمنى في معارك صعبة للغاية قام بها جهاز مكافحة الإرهاب وخاصة في المناطق السكنية التي تعتبر حرب شوارع من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع اليوم كان تحرير لحي الزهراء ومن الحياء المهمة جدا في مدينة الموصل ومن الحياء الكبيرة تمهيدا لاقتحامات أخرى ربما خلال الساعات القلية المقبلة إذا أكمل الرتل الشرقي أو الرتل المحور الشرقي عملية تحرير الضفة اليسرى المحور الجنوبي سينطلق باتجاه تحرير مطار الموصل وحتى يلتق الرتلان في معركة قد تكون في غاية الأهمية معركة منتظرة في منطقة الضفة اليمنى من أحياء مدينة الموصل بموضوع اللعفر وقيام داعش بإغلاق مقراته هناك وليدفع موظفي إلى حمل السلاح والانتشار إلى أي درجة القوات العراقية متحضرة لهكذا استعدادات وتكثيف لجهوزيتها من قبل داعش أنا أعتقد بعد انكسارة تعرض الجيش العراقي في 2014 وكثير من جيش العالم تتعرض لانكسارات سرعان ما استعادت القوة العسكرية العراقية قوتها بالدليل أنه آخر حصائية قدمتها المراكز الأمريكية أنه جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعتبر من أقوى عشر أجهزة في العالم أيضا هناك إحصائية تقول أن الجيش العراقي عادل يكون من أقوى جيوش المنطقة تدريب العالي الموجود الخبرة المعارض التي استمرت على مدى سنة ونص أكيد تعزز هذه القدرة وبالتالي تنظيم داعش بدأ يتراجع بشكل كبير في ظل ما موجود من تقدم حتى عملية في منطقة تل أحفر لن تشك الخطر ربما الفترة القادمة سيتم تطهير مدينة تل أحفر بالكامل أنا أشكرك جزيلا دكتور واثق على هذه المشاركة معنا من بغداد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي شكرا